رسالة في البداية أكيد حابين إحنا نتوجه بيها بالعزاء طبعاً بس في البداية صباح الخير عليك يا كريم صباح الفل عليك يا نهواند ويعني مبروك علينا برضي لازم نقول بصي هو على قولك إحنا عندنا النهاردة كلام كتير جداً 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 نقول وبموجب اللي شفناه مع حضراتكم ليه لت الجمعة اللي فاتت طبعاً من ساعتها إلى هذه اللحظة كل جماهير نادي الأهلي في كل مكان اللي هم كلهم في حالة امتشاء إنجاز التعبير وهي سعادة مستحقة وعن جدارة ولازم نقف مع حضراتكم عند تفاصيلها في حلقتنا النهاردة ولكن زي ما قالت نهواند إحنا عندنا في البداية فهي عزاء واجب فلازم نبتدي به مع حضراتكم طبعاً مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب وعضاء وجماهير النادي ينعون ببالغ الحزن والأسى صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وفته المنية أمس بعد تاريخ حافل من العطاء لبلاده وللأمة العربية والإسلامية وطبعاً بيعتقدم المجلس والأعضاء والجماهير بخالص العزاء لدولة الكويت الشقيقة قيادة وشعباً يسألين يا رب يعني المولى عز وجل أن ينزل الفقيد منازل الأبرار ويلهم أهله الصبر والسلوان وإحنا أكيد أنا ونهواند بندوم صوتنا لصوت كل العاملين في النادي الأهلي بأن احنا بنتقدم بأحر التعازي لشعب الكويت الشقيق في وفاة يعني اسمه الأمير نواف الحقيقة كان مشهورة العمر بلقب أمير التواضع واللي صاحب أيدي بيضاء كتيرة قوي على النهوض بدولة الكويت الحديثة إنجاز التعبير فخالص تعزينها للشعب الكويتي الشقيق طبعاً يعني هو يمكن فترة حكم كانت شويلة جداً لكن أو طويلة قوي بس طبعاً الفترة اللي قضاها في الحكم فادل أو نقدر نقول فعلاً قدر إنه هو يقدم كتير للكويت